أهلا بحضراتكم اليوم نتوقف مع أحد أعلام دولة التلاوة في مصر من الجيل الأول والرعيل الأول وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد فريد السنزيوني الشيخ محمد فريد ربما لم يصلنا من تلاواته ومن تراثه إلا القليل ربما لأنه توفي في سن صغيرة في الثلاثينات من عمره وسبب الآخر لتوتر العلاقة مبينه ومبين الإذاعة المصرية ولكن الحمد لله قد وصلنا بعض من هذه التسجيلات النادرة اليوم نتوقف مع فضيلة القارئ الشيخ محمد فريد السنزيوني في مصر دولة التلاوة يوم كبلا سرائر فما له من قوته ولا ناصر والسماء ذات الوجه والأرض ذات الصدع إنه لقول ينفقل وما هو بالهدر كان صوتاً من أصوات مور صوتاً اشتهر بنبرته الحزينة التي جعلت بعضهم يطلق عليه الناي الحزين هو أحد أعلام الرئيل الأول لدولة التلاوة ممن وضعوا حجر أساس المدرسة المصرية الأصيلة رحم الله الشيخ محمد فريد السنزيوني الناي الحزين برحمة حضراتكم وبرحمة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي رمان أهلاً بكم صاحب الفضل أهلاً وسهلاً بكم أهلاً بحضرتك أولاً إيه هو مفتاح حياة أو مسيرة الشيخ محمد فريد السنزيوني رحمة الله علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا يعني النهاردة نتكلم عن شخص عظيم لكنه لم يمكث في حياتنا كثيراً يعني انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو زي ما بيقوله في عز الشباب لأن فضيلة الشيخ عبد العظيم ابن حسن السامني مولود في قليوب في قرية من قرى قليوب ولد الشيخ عبد العظيم سنة 1916 عبد العظيم ولا محمد فريد أيوة ما هي دي بقى إيه قصة السامني ولا السنديوني أيوة بقى كل دي حاجات هنقولها دلوقتي لكن هو اسمه اللي في شهد الميلاد اللي هو منسوف فيه أبوه هو اسمه عبد العظيم وأبوه اسمه حسن وهم العيلة السامني يبقى عبد العظيم حسن السامني عبد العظيم حسن السامني ده اسمه الحقيقي بقى محمد فريد السنديوني هنشوف بقى ده زي إيه اسم الشهرة واسم اللي تعامل به فنيا وقرآنيا فهو 1916 شرف الشيخ عبد العظيم العالم وولد 1916 لكن للأسف مات 1955 55 يعني عنده 39 سنة بزبط يعني ما أتحش ليه الفرصة اللي نقدر نتمتع به وبتلوته وبصوته وبدرسته وبحفظه وبكل المنظومة اللي كان بيمثلها هو لما كبر شوية كان فيه شبه من الزعيم محمد فريد يعني شكله لما على البداهة كده تقول الله محمد فريد ده ولا إيه نفس الهيئة بتاعته كده محمد فريد كان شغال بالقضاء حقوقي وهو تلميز مصطفى كامل والنائب بتاعه في الحزب الوطني القديم اللي أنشأه مصطفى كامل علشان يقوم به الاحتلال فلما كنت تشوفه كده على طول تقول ده محمد فريد يا أخويا ولا إيه فهو أطلق على نفسه هذا الاسم محمد فريد وكان يحب بلده أوي فبقى محمد فريد السنديون إشارة إلى تعلقه ببلده وافتخاره بنسبته إلى تلك القرية التي ساعدت كثيرا في إخراجه